اشتركوا في القناة درس النباتات الطبيعية والحيوانات البرية في بلدي رابط شرح الدرس موجود في الوصف أسفل الفيديو أما الآن فهي ننتقل إلى حل تدريبات الدرس اقرأ وآجب أخطار تهدد الحياة البرية المصرية تتعرض النباتات الطبيعية والحيوانات البرية في مصر لكثير من الأخطار مثل ندرة المياه وتغير المناخ والصيد الجائر للحيوانات والطيور البرية وإزالة كثير من النباتات الطبيعية لزراعة المحاصيل الزراعية والتلوث الناتج عن الأنشطة الزراعية والصناعية ومن أهم الحيوانات المهددة بالانقراض الفهد المصري والغزال والسلاحف البرية والبحرية مما يهدد التنوع البيولوجي بعد ما سمعنا الفقرة ما الأخطار التي واجهها التنوع البيولوجي في مصر؟ ندرة المياه تغير المناخ الصيد الجائر التلوث إزالة النبات الطبيعي اثنين استخدم بنك المعرفة وابحث عن الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية التنوع البيولوجي في مصر إنشاء المحميات الطبيعية ووضع القوانين لحماية المناطق الطبيعية ثلاثة كيف يمكنك المساعدة في حماية النباتات الطبيعية والحيوانات البرية في مصر؟ إزاي تقدر تساعد في حماية النباتات الطبيعية والحيوانات البرية؟ عدم الصيد في مناطق المحميات عدم إلقاء المخلفات فيها عدم قطع الأشجار والنباتات النادرة والمحافظة على معالمها وعدم العبث بها اختر احد الحيوانات المهددة بالانقراض في مصر ثم اجمع معلومات عنه وصمم عرضا تقديميا يوضح البيئة التي يعيش فيها والغزاء الرئيسي له وسبب تعرضه للانقراض واقتارح بعض الاجراءات التي يمكن ان تتخذها الدولة لحمايته هنختار احد الحيوانات غزال الريم يعيش غزال الريم في مناطق متفرقة من الكثبان الرملية او بحور الرمال في الصحراء الكبرى في مصر والجزائر وليبيا وتونس يخرج في الصباح الباكر والمساء تجنبا لحرارة الشديدة للبحث عن العشب الذي يمده بالماء والطاقة لكن طبيعة الصحراء القاسية ليست الامر الوحيد الذي عليها مواجهته فهذه الغزلان تعاني من الصيد الجائر للحصول على لحمها وقرونها ويتم قتلها كرياضة لهواة الصيد في مصر لم يتبقى سوى اعداد قليلة في السيوة والصحراء البيضاء واقترح عمل محمية خاصة به وتوفير سبل الرعاية له محمية الزرانيق تقع محمية الزرانيق في شمال سيناء وتعد المحطة الأولى لرحلة الطيور المهاجرة من أوروبا وآسيا في طريقها إلى إفريقيا هربا من برد الشداء وبحثا عن الغزاء والراحة ويوجد في المحمية العديد من الطيور مثل البجع والبط والبلشون وأبو قردان والصقر بالإضافة إلى تنوع النباتات مثل سجيرات الشيح المعمرة التي تحتوي على نسب مرتفعة من الزيوت العطرية واحد من الذي يميز محمية الزرانيق ويجعلها فريدة ومتميزة أنها تعد المحطة الأولى لرحلة الطيور المهاجرة من أوروبا وآسيا في طريقها إلى إفريقيا هرب من برد الشتاء وبحثا عن الغزاء والراحة كذلك وجود طيور متنوعة وتنوع النباتات فيها اثنين استخدم شبكة المعلومات الدولية وابحث عن العلاقة بين الطيور المهاجرة عبر الأراضي المصرية والسياحة العلاقة بين الطيور المهاجرة والسياحة في مصر تعتبر رحلة الطيور المهاجرة عامل جذب للسياحة البيئية في مصر مما يؤدي إلى دعم الاقتصاد المصري وزيادة الدخل القومي بسبب زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر اقرأ وحلل وآجب المحميات الطبيعية في الدستور المصري تنص المادة 45 من الدستور المصري على أن تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحميتها الطبيعية ويحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر 1- ما أهمية تضمين الدستور المصري لمادة تختص بحماية المحميات الطبيعية أدى ذلك إلى حماية النباتات الطبيعية والحيوانات والطيور البرية والأسماك من خطر الانقراض 2- ماذا تفعل في الموقف التالي رأيت شخصا أثناء زيارتك إحدى المحميات الطبيعية يثلف بعض النباتات الطبيعية 3- أمنعه من فعل ذلك وأفضره أن ذلك تهديد للبيئة الطبيعية وإن لم يتوقف أخبر المسؤول 3- تمنع المادة الثانية من قانون المحميات الطبيعية لسنة 1983 إدخال أو إخراج أي نباتات أو حيوانات غريبة في منطقة المحمية اشرح أهمية ذلك من وجهة نظرة 4- في مادة قانون المحميات بتمنع إدخال أو إخراج أي نبات أو أي حيوان غريب في منطقة المحمية المحمية بتكون قاسرة على ما هو موجود فيها فقط 5- الحفاظ على الأنواع الموجودة بالمحمية خوفا من حدوث أي خلال بيئي بسبب الأنواع الغريبة 3- لاحظ وأجب لاحظ خريط التوزيع المحميات الطبيعية في مصر ثم أجب اكتب أسماء ثلاث محميات طبيعية وحدد القسم التضاريس الذي تقع فيه متبعا المثال عندي محمية الجلف الكبير أين تقع؟ تقع في الصحراء الغربية بعد كده اختار ثلاث محميات واذكر أين تقع؟ أي ثلاث محميات 1- محمية جبل علبة تقع في الصحراء الشرقية جنوب شرق مصر 2- محمية نبق تقع فين؟ جنوب سيناء 3- محمية الزرانيق تقع فين؟ في شمال سيناء 2- اكتب اسم المحمية الطبيعية التي توجد في محافظتك وحدد أهميتها وكيفية حمايته 3- هتصل على الانترنت وهتشوف المحميات الطبيعية ويترى محافظتك فيها أي محمية طبيعية من المحميات الطبيعية الموجودة في مصر 3- مثلا هنختار محمية الدبابية 4- ديمحمية جيولوجية تتبع مركز إسنا بمحافظة الأقصر 5- تمثل قطاعا جيولوجيا نموزجيا على المستوى الدولي 6- كما أنها تعتبر مقياسا زمنيا يمثل أكمل القطاعات الطبقية في العالم 7- التي شهدت البداية الفعلية للأحياء الحديثة في الكرة الأرضية 8- ويجب أن نحافظ عليها بعدم التعدي عليها 9- اكتب اسم المحافظة التي تضم أكبر عدد من المحميات الطبيعية 10- موضحا أسماءها 10- ايه المحافظة التي تضم أكبر عدد من المحميات الطبيعية 11- محافظة جنوب سيناء 12- فيها محمية رأس محمد 13- محمية نبق 14- أبو جالوم 14- طابة 14- سانتي كاترين 15- الأحراش 15- الزرانيق 15- أربع صمم ملسقا دعائيا لإحدى المحميات الطبيعية 16- لتشجيع الناس على زيارتها 16- موضحا أهم ما يميزها 17- وما تتضمنه من نباتات طبيعية وحيوانات برية 17- حديك أكثر من نموذج استرشادي لملسقات دعائية 18- عندي ملسق دعائي للصحراء البيضاء 19- محمية الصحراء البيضاء 20- كما هو موضح أمامي 20- فيها بيانات ومعلومات 21- كلها أشياء تجذبك لزيارة المحمية 21- بعد كده ملسق دعائي لوادي الحيتان 22- بيشمل أيضا تفاصيل عن وادي الحيتان 23- محمية وادي الجمال 24- في البحر الأحمر 25- مليء الملسق بالبيانات ومعلومات 26- لجذب السياح 26- بكده أكون انتهيت من حل تدريبات الدرس 27- انتظروني في الدرس القادم 24- ویعنzers 36- انتظروني في الدرس القادم 29- انتظروني فى منعد تدريبات الدرس вا spiral